ثم بعد ذلك عليها أن يكون لها اتصال وثيق بالسنن الاجتماعية للأمم والمجتمعات البشرية الأخرى لأن هذه الأمة هي الداعية إلى الله سبحانه وتعالى عليها أن تدعو إلى الله على بصيرة أما ما يرى ظاهرا من تراجع في الحضارة المادية فهذا أمر مسلم به كم هل تسمعون في أقطار المسلمين وليس في أقطار العرب وحدهم من المسلمين أن دواء جديد كل عام يتم التوصل إليه وإنتاجه في بلد عربي أليس العرب والمسلمون بشرا يحتاجون إلى العلاج أين هم من مسألة العلاج هل يتوصلون إلى جهاز متطور فيما يتصل بتشخيص الأمراض ومعرفة ما يجري فيها تفاعل بينها وبين الجسد الإنساني وما ينبغي أن يطور له من أجهزة قبل أعوام كان هناك ناس يتنافسون على سبلة لمن تكون وحدث أن أحد الجيران الإخوة من الأصحاب أُلِد له ولد وفيه ثقوب في القلب وبحمد الله تعالى أدخل المستشفى السلطاني وذهبت لزيارته ووجدت تلك الأجهزة قد أجريت له عملية في أيامه الأولى انظروا إلى ذلك العلم كيف عرف أن ذلك الطفل به ثقوب في القلب بأي أجهزة ثم كيف فتح القفص الصدري ثم كيف لحمت تلك الثقوب وإذا هناك أجهزة كما ترون منها ما يقيس نسبة الأكسجين في الدم ومنها ما يقيس الأملاح في الدم ومنها ما يدخل له الغداء ومنها ما ينظم له التنفس ومنها ما يخرج منه المخرجات والإفرازات الضارة ومنها ما يتحكم في ضغطه ومنها ما يدرس داخل ما الذي ينقل بجهاز بسيط الآن يباع في الأسواق يوضع في الأسبوع كيف يتحول الأكسجين في الدم إلى رقم ما هذا العلم ما يعني أصبح الآن هذا شيئا تلقائيا قد لا يلتفت إليه لكن أين نحن من هذا ثم أنا يعني تلك الأدوية التي تصرف وتلك الممرضة التي لا تقف عنه لحظة واحدة أتسألت هل الذين عوجدوا هذه الوسائل وهذا العلم وهذا الدواء وهذه الأجهزة وهذه النظرية الفلسفية في التعامل مع المريض في المستشفى يهيئهم الله للخلافة في الأرض أم قوم يزعمون أنهم مؤمنونهم يختلفون على مكان لا يصلح وأعزكم الله لنفايات ذلك المريض وأضرابه الارتكاس الحضاري عندما يتم يتم متكاملا للأسف الشديد وهو نابع من الفكر الضيق المؤمنون يقول عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة ويقول القرآن الكريم يحدثهم عن النعمة على المسلمين ليلتفتوا إلى الماضي كيف كانوا يتقاتلون وكانوا أقل تتهددهم الأخطار واذكروا إذ أنتم قليل المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزحكم من الطيبات لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون كذلك عندما وصاهم بالأن يكونوا أمة واحدة قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كل البشرية ستكون على شفى حفرة من النار ما لم يتم إنقاذها بدين الله سبحانه وتعالى